حميد أحداد من موليد 1994 نوفمبر في أغادير هو لاعب كرة القدم مغربي يلعب مركز مهاجم أو خلف مهاجم وأيضا يلعب كجناح رفقة فريق الوداد الرياضي بدأ مسيرته الكروية كلاعب في مدرسة نادي أذرير سوس والتحق بالفريق الأول عند بلوغه 17 سنة وقدم أداء طيب أسهم خلاله لوصوله لدرجة الدور الأول هوات وفي العام التالي انتقل اللاعب لصفوف حسنية أغادير وظل في صفوفه لمدة موثم واحد قبل أن ينتقل للدفاع الحسني الجديد ومنه إلى الزمالك المصري في 2018 أنهى الموسم الأول بالدفاع الحسني الجديد مسجلا هدف واحد فقط وفي الموسم الثاني أظهر اللاعب مستوى متميز إذ تمكن من المشاركة في 19 مباراة من أصل 24 طول الموسم سجل خلالها سبع أهداف ليكون ثالث هدافي الفريق بعد تألق أحداد قرر الجهاز الفني لمنتخب المغرب للمحليين ضم اللاعب ومنحها الفرصة في بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين وتمكن اللاعب من إثبات موهبته الدولية وكسب اهتمام العديد من الأندية الخارجية من بينها الزمالك المصري بالنسبة لإنجازات اللاعب فقد حقق لقب الدولي الممتاز المغربي مع رجاء الرياضي في موسم 2019-2020 بالنسبة لإنجازاته في مصر حقق الدولي المصري الممتاز 2020-2021 بالإضافة لتحقيق كأس السوبر المصري السعودي سنة 2018 وكأس الكونفدراليا الإفريقية سنة 2019 اشتركوا في القناة